بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة وصلنا إلى النصيحة الخمسة من النصائح العشر قبل الانتحان وهي في نظري أهم نصيحة على الإطلاق في العشرة نصيحة ركز أرجو أتركز في اللي حقول دلوقتي لأنه حيفرق كتير قوي معانا في الفترة اللي جاية وخصوصا فترة ما قبل الانتحان في الفترة دي طلاب كتيرة يقولولي أستاذ إحنا بدأ تحصلنا يقل وخفنا يزيد وبدأ أحس إن أنا قاعد ببص في الورقة أنا مش مركز مش عارف أركز في حاجة ولا عارف المعلومات تثبت في الماغي أعمل إيه أستاذ تعمل إيه ببساطة تقعد مع نفسك كده وتقول هو إيه التركيز أصلا الأول يعني سيبنا من الكتاب بقى وتعالوا نعرف يعني إيه التركيز التركيز ببساطة إن أنا أحصر انتباهي في موضوع واحد وابدأ الموضوع ده أدرسه من كل جوانبه عشان أوصل لنتيجة معينة أنا بذكر نص خلص بذكر النص ده بقدر الإمكان وأحصر انتباهي فيه وكل ما مشرد ولقين اطلقت بره الموضوع أقوم راجع تاني زي المحاور الزكي اللي مركز في قضية الحوار ساعات إحنا وإحنا بنتكلم كده بنبدأ الكلام في قضية معينة يتشعب بنا الحوار ننسى القضية الأساسية اللي أنا بنتكلم في موضوع تاني خالص لكن المحاور الزكي يقولوا لا 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 خلينا في الموضوع بس خلينا في الموضوع ما تبعدش عن الموضوع أنا هايزك بقى وأنت عاد مركز وأنت عاد مذاكر وأنت عادت زاكر دايما لما تلاقي نفسك تخرج بره الموضوع تقول خلينا في الموضوع فإذا يا شباب أول حاجة تخليك تركز إنك تعرف يعني إيه تركز أصلا إنك تفهم إن هو مجرد إنك تدرب عقلك على إنك تحصر انتباهك في اللي أنت بتعمله وتحاول كل ما تشري ترجع تاني أساس هو فيه وقت للكلام ده وهنا بحاول كتير وما بعرفش بفشل كتير قوي بص ابدأ بقى حلل الأسباب يعني ابدأ أنت بقى أنت حاولت هو قومت هو بدأت تنسى ابدأ حاولت تعرف إنت ليه ما بش بتركزش بص هتلاقي سبب من الأسباب اللي حقولها دلوقتي أولا إنك مجهد مرهق والإرهاق ده ليه يطول النهار في دروس وعمال ما بين الدروس طبعا لا بتاكل ولا بتعمل حاجة ولا مركز في أي حاجة خالص حتى كمان الأكل مش مركز فيه حوارات ليل ونهار مع أصحابك إرهاق ترجع البيت تاكل كتير وتقعد تذاكر يبقى أنت جاي مرهق ووكل كتير أنا لك تحصل يعني ده الاتنين دول واحدة منهم كفيلة بس تخليك ما تركزش في أي حاجة يا جماعة الإجهاد والإرهاق وبزل الطاقة وتيجي في الآخر تقعد على المكتب ومتعرفش يتذاكر ده طبيعي طب ما هنا ساعات بقى بيحصل العكس أنا ببقى قايم من نوم ونايم لسبعتشر تمنتشر ساعة ووكل كويس وزي الفل وبرضه قاعد مانيش برضه مش عارف أركز أنا كل ما أفتح الكتاب يعمل إيه ما انت قولت إجهادة ما هو العكس ما هو الكسل يعمل عدم تركيز يعني الاتنين يعملوا عدم تركيز الإجهاد يعمل عدم تركيز والكسل برضه يعمل عدم تركيز طب عامل إيه في الكسل ده الإجهادة هرتاح شوية آه فعلا علاج الإجهاد إنك تريح شوية طب وعلاج الكسل لا علاج الكسل ده بقى عايز إرادة عايز تقوم تستنشق هواء كده وتفتح الشباك كده وتشمي هوا كده نظيف كده يزود الاكسجين في المخ يقوم مخك ينشط تاني العب شوية رياضة العب شوية عمل لياقة فحقيقي الحاجات دي فعلا بتخليك ترجع تاني ويرجع تاني تركيزك ليك وترجع تنفض هذا الكسل وبرضه اصيك بالدعاء الجميل ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياه لما نصلي الفجر كده ونبدأ يومنا نقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ها واعوذ بك من العجز والكسل اظن الارباعة دولت يعني اشباح سنوية عامة الهم والحزن والعجز والكسل الهم شاي الهم الامتحان وشاي الهم انك ما ذاكرتش وشاي الهم حاجات كتير قوي الحزن انك انت حزين لحصل بتتخيل نفسك فشلت والدنيا راحت مش ده الهم والحزن صح والعجز بقى الحجز انك انت عارف نفسك تعمل عندك طاقة تعمل وهتقوم تقطع الكتاب والكتاب قدامك وجم لحاجة قدامك ومش كسلان بص مش كسلان ومش عارف تعمل حاجة ايه وستعمل ايه استعيذ بالله ايوا استعيذ بالله اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل يبقى ايزا الشباب الاجهاد الكسل الاكل الكتير البطمة زي ما العرب الاكل الكتير يعني بسمون عند العرب البطمة العرب لهم مثلا مشهور اقولك ايه البطمة تذهب الفطمة يعني اللي ما يبقاش عندك ما تفهمش ليه لانك لما بتاكل كتير شؤ طبيعه يدبها كده تمام يعني ايه اللي بيحصل كمية الدم اللي بتبقى واصلة المخ بتبقى قليلة فانت تتركز منين بقى الدم والجسم كله مشغول بهضم الطعام وبهضم الاكل اللي انت اكلته فطبعا الاكل كتير يا جماعة مش من سمات المسلم الصالح المؤمن بالله قوي رساله السلام قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع يعني لا نشبع يعني من لاش بطننا قوي ونقسم كده تلاتة ثلث لماء وثلث للهواء وثلث للطعام يعني بقدر امكان نمشي على التعليم دي الحاجات دي بتفرق يا جماعة كتير اوي جد وعكس البطنة يعني اذا كانت البطنة تزرب الفطنة برضو العكس الانيميا بقى يعني طلبة كتير جدا مبيركزوش والله الكلام ده مخارج سنوية عامة اوعى الناس تفكر ان انا بتكلم ديوقتي في كلام ملوش دعوة بالمجموع المجموع ده في ميت حاجة عشان تعملوه عشان تحققوه منهم الحاجة العلمية لكن الكلام اللي بقولو ده يا ما طلاب كتير جدا بشتكوا من قلة التحصيل الدراسي وقلة التركيز بسبب انهم عندهم انيميا والله هي دي السبب سوق تغذية بيأكل نوع واحد من الاكل ما بينوعش اكله فاجماعة لازم انا مش خبير تغذية انا اعرف جمعتلك شرط معلومات كده في التغذية المتنوعة يعني مثلا يقولك عارف الخميرة الخميرة البيرة لو جبت معلقة خميرة بيرة كده خلي ممتك او حد كده في البيت يعملها لك ويدوبلك معلقة كبيرة كده في المية واشرب المية دي الخميرة البيرة دي فيها فيتامين بي مركب الفيتامين اللي يقول لك ده بيساعد جدا المخ وبيديك طاقة وبيديك حيوية وبيديك تركيز فالحاجات دي عملها أيوة المأكلات البحرية بتساعد جدا على التركيز السمك وكل المأكلات البحرية لأن الفسفور بتاعها عالي فبيعمل عملية تركيز كلام ده لتمسوا بص زي بقولك ده اللي تعرف به العب زي بقوله الحاجة اللي انت هتلاقيها في صفك سواء روحانية أو مادية أو علمية اعملها فالمأكلات البحرية مهمة جماعة عندنا بقول تاني أنا مش خابير التغذية أنا بجمع لكم معلومات أنا متأكد منها من خلال نتو يا ريت لو حد أكثر مني علما إنت تبحث وتسأل على إيه الحاجات اللي تكلها الأيام دي وإيه الحاجات اللي تشربها الأيام دي اللبن والعسل الكلام ده كله فعلا بيعلي الطاقة للتركيز والطاقة مهمة جدا في التحصيل يبقى شباب أبحث عن أسباب عدم التركيز لكن لا ذاكر وانا مجهد ولا ذاكر وانا مالي بطن وكواكل على الآخر ولا ذاكر وانا ما أكلتش خالص يعني كإن بقى فيه إيه علاقة طردية ما بين إنه مرصع وإن أنا جيب مجموعة في الناس فاكرة إنه كل بقى ما يموت نفسه بقى وعارف يعني هني بتحت عنيس فر بقى ويقتب كده بقى ويقى كده بقى هيجيب بقى مجموعة سنو عام لا يا جماعة لا يا جماعة الكلام ده مش صحيح بالعكس العقل السليم في الجسم في الجسم السليم من الحاجات برضا عشان ما أطولش عليكم الحاجات اللي هي بتسبب عدم التركيز والشروط صراحان الفوضى 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 اللي في قضيتنا كلنا يعني لو دخلت معظم معظم إلا مراحم ربي معظم قوض طلاب مصر هتلاقي كل حاجة مش في مكانها مفيش حاجة في مكانها يعني حتى أنت مش قاعد في مكانك بص تلاقي الورق عالمكتب قد كده القوضة مش عارف دي فين ودي فين يعني التفاصيل انتو عارفين انا مش عايز اقولها بس ده انا لما خش قوضة زي دي بالفوضى دي حرقان لك تركز يعني ازاي هتركز انما الانسجام في المكان وتوضيب المكان اه خد وقت شوية في توضيب المكان هتلاقي نفسك تعبت ونمت ماشي مش مشكلة حتى لو انت تعبت ونمت هتقوم السجل هتلاقيك مفارفش كده والقوضة حواليك كده مترتبة وكتبك مترتبة وورقك مترتب صدقني قعد بمزاج دلوقتي الفوضى اللي موجودة حوالينا نذاكر فى مكان منظم ومكان مناسب علشان يساعدنا على التركيز ايضا من ضمن الفوضى اللي هالفوضة المذاكرة يعني ايه بقى انا بذاكر اللي بيجي على دماغها اهم الفتح الكيمية شوية ومذاكر اهم فتح التاريخ الشوية ومذاكر اه ايجي في دماغ العربي اهم افري virk العربي وهم كميا وهم جارع العربي افتح العربي اين عربي يد الفرنساو في دي فوضى برطه دي حالة طلاب المصريين معظمهم إلا مراحمة ربي فجماعة بلاش شتت الأمر ده لأن ده علامة مش كويسة الرسول عليه السلام بيقول من كانت نياته طلب الأخرة جمع الله شاملة في جزء من الحديث جمع الله شاملة لكن من كانت نياته طلب الدنيا شتت عليه أمره فأرجو أن احنا نكون من طلاب الأخرة ونكون بنلتمس في مذاكرتنا زي ما نقول الإيمان والحسنات زي ما أنا بدور على الدرجات أعرف أن طلب العلم فريضة وأعرف أن ده حسنات ده بيدي برضو طاقة في أن أنا أركز أكتر في اللي قدامي فبلاش فوضى لما تذاكر مادة تفكرش في مادة تانية ولما تجي تفكر في مادة تانية أولباً لما خلص دي هزكرها افتكر أن التركيز هو إيه اكتب قدامك تعريف التركيز اكتبه بورقة كده قدامك عشان تشوفه كتير قدامك تقوم تفكر نفسك دايماً أن التركيز هو القدرة على حصر الانتباه في موضوع واحد ودراسته من جميع الجوانب للوصول إلى هدف معين قال يا سيدي كأنها معلومة عندك زيادة في علم النفس ولا معلومة عندك زيادة في أي درس قراءة ولا حاجة أنت واخت مهم شباب يبقى عندنا الثقافة دي مهم يبقى عندنا الروح أن احنا نفهم مشاكلنا ونحاول نعالجها آخر سبب من أسباب عدم التركيز الخوف أنا بقى يعني الأيام دي بقى عمال على صفحة بن زاكر وعلى الموبايل أستاذ أنا خائف أستاذ أنا مرعوب الدرجة نبنت بتقولي أستاذ أنا بدأت الخوف والقلق ينعكس علي وترتفع درجة حرارتي وتنزل تاني إيه يا جماعة إيه 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 صلوا على النبي صلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه إيه دو شباب ألا بالذكر الله تطمئن القلوب الخوف ده يا جماعة والاسترسال فيه عمره ما هيزود مجموعة ولا عمره هيمنع فشل بصوا يعني حتى إليه أبو ماضي قال لكم ده أنتو عندكو كم تشتكي يا معا إن كنت مكتائبا لعز قد مضى ها هيهاتا يرجحوا إليك تندمه صحيح لو كنت بقى زعلان إنك طول السنة مأثر وإنك ما عملتش اللي عليك وإنك ما قول ربنا هيساويني بالله عمل الكلام ده يا عم ما تبزلش طاقة فيه أم زاكر زي ما قلت قبل كده فإن كنت مكتائبا لعز قد مضى هيهاتا يرجحوا إليك تندم قعد تندم من هنا البكرة أو كنت تشفق من حلول مصيبة اللي هي النتيجة والعزب ده أنت حافظهم طبق بقى على حياتك هيهاتا يمنع أن تحل تجاوم يبقى إيه يا من تحنوا إلى غد في يومه قد بعت ما تدري بما لا تعلمي غد دل هو النتيجة عمل تفكر في الامتحان عمل تفكر في النتيجة طبعا أنا هجيب كام تمسك بقى وراء وقلم وقق بقى يه طبعا أنا هنقص في الفيزياء كذا وهنقص في الكيمياء كذا وهنقص في الكيمياء كذا ده شفت بقى عمل إيه يا جماعة إيه الشكات ده إيه الفوضى دي الخوف يا جماعة لو ترجمت الخوف الجميل الحلو الخوف ده حاجة جميلة لأنه بيخلي الإنسان يعني إيه يجري ويصحح أخطاءه وينقش نفسه ويحاسب نفسه لكن الخوف اللي هو يوقفك مكانك ويوصل لدرجة الحرارة وتعلى والكلام ده كله بقى يبقى معالش بقى اللي مايعرفش مايزعلش هي كده يعني ده قعدة وده شعار اللي مايعرفش مايزعلش يعني إيه اللي مايعرفش اللي مايعرفش يوقف الخوف جواه اللي مايعرفش يدرد نفسه على التركيز اللي مايعرفش إنه هو يذاكر ويحصل قدر الإمكان ويبقى عنده إقراضة كده ويقول لا والله إن شاء الله هركز وحاول قدر الامكان ان انا اقل لنسبة الصريحان مايزعلش بقى من النتيجة بقى اه مايزعلش بقى فاذا لشباب ياريت نختار المكان المناسب يبقى مكان جيد التهوية درجة الحرارة فيه مناسبة مكان بعيد عن الضوضاء وعن الاسرة مكان مناسب مكان مناسب للمذاكرة لازم انت تتعرض مش جنب السرير تذاكر ولا على السرير تذاكر اخلي الجدع المكان لازم يكون مناسب كمان الوقت مناسب طب اذاكر امتى والله بصوا هي بتختلف من شخص لشخص الوقت المناسب كل واحد حسب انتاجك انت بتنتج امتى وان كنت افضل الايام دي بقى كفاية صهر يعني نحاول بقى نعدل ساعتنا البيولوجية عشان احنا راحين نمتحد من 9 ال 12 ان شاء الله فنحاول قدر الامكان بقى ان احنا نعدل ساعتنا البيولوجية كده ونذاكر من فترة انا شايف ان احلى وقت ممكن تذاكر فيه هو من بعد الفجر لغاية الظهر كده الفترة دي العلماء حتى بيقوله ان هي اعلى نسبة تركيز للانسان بتبقى في فترة ما بعد الفجر الى فترة الظهر وعايز اقولكو مفيش حد بيركز 100% جماعة ولا حد يفضل مركز على طول مش هينفع مستحيل ده مستحيل بس الشاطر اللي بيقدر يقلل فترات السرحان الشاطر اللي لما يلاقي نفسه سرح يرجع بسرعة يلمي نفسه تاني وبرضو اخيرا اختم كلامي بانك انت نوع شوية من طريقة مذاكرتك نوع بجد نوع يعني انت لقيت نفسك عمل تقرأ 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 فانت زيقتي من القداية امس كرة وقلم وكتب زيقتي من الكتابة اقوم حل اسئلة اقرأ اسئلة شفوي بص خلي حتى الكسل نفسه او ان انت قاعد كده خليه كسل مبدع خليه كسل منتج اه وانت كده نايم كده وكسلش عارفتها راجح حاجة في جنائك فيا شباب سيطروا على الخوف وخليها عندكو ارادة خليها عندكو عزيمة وان ذلك من عزم الامور اللي ما عندوش عزم امور يا جماعة يفضل طول عمره يواجه مشاكله بالخوف والرعب اللي مالوش معنا ده فاذن يا شباب ركزوا انك تركزوا وارجوا انك ان شاء الرحمن الرحيم تقوموا بالتدريبات دي عند انت لما تلاقي نفسك مش عارف تركز خلص عد من مية تنازلي لغاية واحد على فكرة ده يخليك تساعدك على التركيز مية تسعة وتسعين تمانية وتسعين سبعة وتسعين ستة وتسعين خمسة وتسعين برضو لما تلاقي نفسك مش عارف تركز عد التدريب تاني بس اعملوا بقى مية تمانية وتسعين ستة وتسعين اربعة وتسعين بص انزل اتنينات ما تنزلش واحد او انزل تلاتات بص ايه ده انا هضيع وقتي بصوا كده كده الوقت ضيع ما تحودش انت تتفلسف وتقول لي هضيع وقتي وإن اللي انت بتقول لأ ضيع وقتك في حاجة تساعدك على التركيز بقى بجد ضيع وقتك في حاجة تساعدك على التركيز فإذا يا شباب في تدريبات عقلية لان زي ما جسمك بتدرب عقلك برضو بيتدرب وعايز اقول لك اذا ربنا وفقك واكتسبت مهارة التركيز ديت هي مش هتنفعك في سناعة ما بس هتنفعك في كل حاجة جمعا بجد هتنفعك في كل حاجة فيارب تركزوا وتكونوا ركزتوا في اللي قلتوا وينفعكم انشاء الرحمن الرحيم ويبقى عندكوا اقراضة كده انه كنتوا تركزوا وتفهموا الموضوع ممكن مش مستحيل وانشاء الرحمن الرحيم تقدروا تتكيفوا انك تشتغلوا تحت الضغوط الصعبة علشان بجد سنوية عامة مش معركة علمية وبس سنوية عامة زي ما هي معركة علمية هي ايضا معركة نفسية انا عايز طالب علميا قوي وبردو نفسيا قوي انا مش عايز طالب علميا وعند اول صدمة يخاف ويرتعش انا لو راجل عندي شركة وتقدم لي اتنين مهندسين منهم مهندس شجاع قوي ومنهم مهندس تالي يخاف من خياله انا هاخد مهندس الشجاع القوي ده حقيقة فالشجاعة والقوة يا جماعة مطلوبة وموجهة المشاكل المطلوبة ويا ما هتمروا بحاجات كتيرة زي سنوية عامة فارجو ان يكون عندكم فن المواجهة ويا رب تكونوا ركزتوا وانشاء الرحمن الرحيم استفدتم بما قلت ابناء الطلاب وصلنا الى نهاية هذه النصيحة وارجو ان تكونوا قد استفدتم وتولدت بداخلكم قدرة او رغبة في التركيز وانشاء الرحمن الرحيم تكتسبوا هذه المهارة اللي هتفرق معاكم كتير اوي مش في سنوية عامة بس لا دفحياتكم كلها ان التركيز هو العبقرية كما قال العلماء فارجو الله عز وجل ان ينعم عليكم بنعمة التركيز واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء في حلقة قادمة ونصيح قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته